السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 14 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج القوس استقر تماما ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 55 دقيقة من بعد عصر يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجديد القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و25 دقيقة مساءا من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة بالقمر الآن بما أنه موجود في برج القوس يعني خلال هذا اليوم نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ونلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاولنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفي والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذي بيتجه للتنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بتكون عندنا رغبات ممكن تأدي إلى خيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذو فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية خطيرة ذكرناها في حلقة المريخ وأنه في زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين المشتري طبعا ذروتها اليوم لها تأثير تقريب الأسبوع أو العشر أيام ومستمرة بتأثيراتها لعشر أيام قادمة طبعا ذروتها الزاوية اليوم ساعة ثلاثة وعشرين دقيقة عصرا قلنا أن هذه الزاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهذه فترة غير مناسب العقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض أو بتعترضها بعض العراقيل أو ممكن يتم التواصل لاتفاق وهذه الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق بوعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء منكم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محفظ عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وممكن أن تسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جداً للصحة وخصوصاً الصحة النفسية أما بالنسبة لزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب وعرقيل بتتطلب منه أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود بيفتقل بعض الشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا إلى الهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً أن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصفغ والحنة ويصلح أيضاً للقص العلاجي القمر بما أنه مستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدف عمره عشر أيام الساعة 12 أسدق دائق ظهراً بيصير 11 يوم نسبة الإضاءة 72% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 60% الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة 85% القمر في القوس حتى يوم 15 ثمانية منتحس بنسبة 60% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 90% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 15 ثمانية منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% نوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعره بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة نشطة جداً وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخفف من النفقات المتصاعدة حسن أداك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات وحاول إيجاد حل وسط وحاذر المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل الواجبات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بتكون تتجنب الغضب والانفعال وما تدع أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشويها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة اتحامل على نفسك بهدوء بدون إثارة المشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاماً منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم المواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات كون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وتنتعش العواطف منه جديد وتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر الضغوط والمتاعب وهذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حادروا الخلافات والمشاعر السلبية لأنها ممكن إنها تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوه بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بناسبة تكثيف التحركات عبر عن أراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك أو ميزانيتك المالية أو ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار وبرضو بيحمل بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وبالطارعك فترة يعني فيها نوع من أنواع الأخبار ممكن هذه الأخبار تكون بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة وتعتبر فترة نشطة فيها حماسة وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف وطيرة عملك وما تحسن أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجزك برج الدلو بوسعكم تعزي صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا إنجاز أو أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهمش إنك ما تهمل الواجبات وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالح ومه بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغار على مصالحك وممكن هذا اليوم يكون أسوأ أو أنجح أيام الشهر إذا ركزت بشكل جيد برضو لا تنسى إنه هذا بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك وما تتدمر على مسمع من أحد وأصبر وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء